لا يصلح العطار ما أفسده الزمن ولا تصحح انتخابات وصفها مراقبون بالهزلية مسيرة 18 عاما من الفساد السياسي والدمار المؤسساتي هكذا يفهم العراقيون الأمور ولأجل ذلك لا يعولون على أي انتخابات قادمة الإصلاح السياسي هي تلك شعارات المحنطة في متاحف العملية السياسية والكلمات المدبجة التي تصلح للاستهلاك السياسي لا أكثر منذ عهد نور المالك الذي بشر بالإصلاح فإذا بالبلاد تغرق في وحول الطائفية ويتسرب الفساد إلى أساسات الدولة وعلى هذا النهج التخريبي تابع خلفائه وكلهم يبشر برفاهية عراقية على الورق فقط فماذا تبقى من بوابة عادل عبد المهدي الإلكترونية وحكومة التكنقراط وأين هي ورقة مصطفى الكاظم البيضاء وبما أن الشمس لا تحجب بغربال فلا يجد المشاركون في العملية السياسية مهربا من الاعتراف بالحقيقة المرة كل الشعارات التي نرفحها بالإصلاح والتغيير وإلى ما لها صحة ما لها صحة إعلانات فقط إعلان أنا إذا أريد أصلح العملية السياسية التي تمر بظروف سيئة ويعاني منها الشعب العراقي علي أن أبدأ بالإصلاح بنفسي المسار السياسي أشد تعقيدا ليس على الشعب العراقي فحسب بل حتى على السائرين فيه إذ أن أي محاولة لتغيير هذا المسار تستوجب نسفه من بدايته ففي كل محطة منه توجد مصائب قانونية وآفات طائفية ليبقى الإصلاح المزعوم محصورا بالتعددية الحزبية تحت عباءة الجهة المستبدة الأخوان الشيعة ما قدروا ينتجون شيء لنفسهم مو بس لأربيل ما عندهم رؤية استراتيجية وهسا حالياً ما عندهم أي رؤية هسا روحوا قعدوا إياهم كل تفكيرهم أنه شون فوز بالانتخابات ما هو أنت أربع مرات فزت شو سويت الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الدوامة هي في عهدة المتظاهرين الذين وجدوا في الثورة حبل نجاة عليه عقدات كل آمال الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر